خامسا القوائم المالية Financial Statements القوائم المالية هي عبارة عن الأداة المستخدمة في توصيل المعلومات المالية أو المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها سواء كانوا مستخدمين من داخل الوحدة أو من خارج الوحدة حتى يمكنهم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات أو للمساعدة في اتخاذ القرارات لكن عادة بيكون تركزنا في الكلام عن القوائم المالية على المستخدمين الخارجيين لأن المستخدمين الداخلين بالإضافة أنهم يستطيعوا استخدام القوائم المالية فإن لديهم مصادر أخرى للمعلومات بالإضافة إلى المعلومات التي ترد في القوائم المالية ولكن عادة تصمم القوائم المالية في المقام الأول للمستخدمين الخارجيين هذه القوائم عندنا هنذكر منها ثلاثة قوائم أساسية وهي قائمة الدخل Income Statement ثم قائمة المركز المالي Financial Position Statement وتسمى أحيانا بي الميزانية or Balance Sheet ثم قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flows لكي نفهم مكونات وهدف كل قائمة من هذه القوائم لابد من أن نتذكر أهداف المحاسبة كان لدينا الهدف الأول للمحاسبة كان تحديد النتيجة وكان الهدف الثاني هو تحديد المركز المالي ثم ذكرنا بعض الأهداف الأخرى كان من ضمن الأهداف الأخرى تحديد صافي التدفقات النقدية وفي الحقيقة فإن هذه القوائم الثلاثة تحقق أهداف المحاسبة الثلاثة فسنجد أن قائمة الدخل هيكون الهدف الأساس منها هو تحديد نتيجة نشاط الوحدة خلال فترة زمنية وقائمة المركز المالي هدفها هو تحديد المركز المالي في تاريخ معين وقائمة التدفقات تهدف إلى تحديد صافي التدفقات النقدية نشوف ده بتفصيلا كده قائمة الدخل هي قائمة تتضمن عناصر الإيرادات والمصرفات لكي يتم عمل مقارنة بين الاثنين بحيث يساعد ذلك في تحديد صافي نتيجة النشاط الخاصة بالوحدة وذلك يتم عن فترة معينة عادة هذه الفترة تكون سنة إذا كانت الإيرادات أكبر من المصرفات فبتكون نتيجة المقارنة ما يسمى بالربح أما إذا كانت الإيرادات أقل من المصرفات فبتكون النتيجة بالنسبة لنا خسارة لدينا القائمة الثانية وهي التي تهدف إلى بيان المركز المالي وذكرنا سابقا أن المركز المالي هو عبارة عن مصادر الأموال التي تارد إلى المنشأة والتي تمثل التزامات على هذه المنشأة وسوف نطلق عليها الخصوم وحقوق الملكية كما أوضحنا مفهومهم سابقا دولا عادة يمثل الالتزامات التي على المنشأة اللي هي عبارة عن المصادر التي حصلت منها المنشأة على الأموال أما الأصول فهي ممتلكات المنشأة أو بمعنى صح الأوجه التي تم فيها استخدام الأموال الخاصة بالمنشأة فالمركز المالي نستطيع أن نقول أنه عبارة عن مصادر أموال المنشأة واستخدامات هذه الأموال وهذه المقارنة بين المصادر والاستخدامات للأموال تساعد في تحديد المركز المالي ونلاحظ أن ذلك يتم دائما في تاريخ بينما أن قائمة الدخل كانت تحدد النتيجة عن فترة وليس في تاريخ وهذا طبعا فرق جوهري بين القائمتين ثم طبعا بالإضافة إلى اختلاف هدف كل قائمة لدينا بعد ذلك قائمة التدفقات النقدية هذه القائمة تتضمن أيضا عناصر المتحصلات ولكن أي نوع من المتحصلات نركز فقط على المتحصلات النقدية وكذلك أيضا نركز فقط على المدفوعات النقدية النتيجة عن الأنشطة المختلفة للوحدة وعادة يتم تقسيم هذه الأنشطة إلى ثلاثة أنواع على كل يتم تحديد المتحصلات والمدفوعات النقدية عن كل نشاط من أنشطة الوحدة الاقتصادية ثم مقارنة هذه المتحصلات وهذه المدفوعات نصل في النهاية إلى صافي التدفقات النقدية للوحدة وذلك أيضا يتم عن فترة يعني خلال فترة وليس في تاريخ القائمة المركز المالي فقط هي التي يتم إعدادها في تاريخ بينما أن قائمة الدخل وقائمة التدفقات يتم إعدادهما عن فترة معينة نؤكد مرة ثانية على ما قلناه في أول هذه المحاضرة أن القوائم المالية قد حققت الأهداف الأساسية للمحاسبة من حيث توفيرها للمعلومات المالية فنجد مرة أخرى أن قائمة الدخل قد ساعدت على توفير معلومات تساعد في تحديد النتيجة أما قائمة المركز المالي فقد ساعدت على توفير معلومات تخص المركز المالي قائمة التدفقات النقدية ساعدت على توفير معلومات تخص صاف التدفقات النقدية لزيادة التأكيد هنقول أن قائمة الدخل لكي تقوم بتحديد النتيجة فإنها تتضمن عناصر الإيرادات وعناصر المصروفات قائمة المركز المالي تحتوي في جانب منها على استخدامات الأموال اللي هي اسمها الأصول وفي الجانب الآخر على المصادر اللي هي عبارة عن الخصوم وحقوق الملكية بينما أن قائمة التدفقات النقدية تحتوي على المتحصلات النقدية وكذلك تحتوي على المدفوعات النقدية وبذلك تكون القوائم المالية قد حققت الأهداف الأساسية للمحاسبة من حيث توفيرها للمعلومات الخاصة بالنتيجة والمركز المالي وصاف التدفقات النقدية ترجمة نانسي قنقر